هذا الأمر مش مرتبط فقط بلبنان الأزمات حاضرة عنا وعند غيرنا يعني خد أزمة كوفيد خلقت ارتباك على المستوى العالمي مش بس بلبنان الحرب أوكرانيا خلقت ارتباك على المستوى العالمي والأوروبي تحديدا مش بس بلبنان مش لأنه نحن ولا مرة حاضرين يعني نحن ما عنا قدرة رد فعل على أزمات بهذا الحجم لأنه عطول ماشيين بشكل آني ولا مرة عنا البنة التحتية أو القدرات المالية تنواجه فوق يومياتنا أزمات يعني ما إلى علاقة بس مين يس合وا عن هالشي كل إدارة الدولة كل إدارة الدولة يعني بس تكون دولتك مكسورة بناتج المحلي تبعك على سنة ونص أو سنتين بتكون غير قادر ما عندك المناع ceremony مواجهة أزمة يعني بدون أزمة أنت مكسور بحجم نتج المحلي تبعك على سنة ونص أو سنتين وبالتالي بس يتقلص نتج المحلي تبعك اصم على اثنين بدون أزمة يعني 17-20 صار ما في أزمة لا في كوفيد ولا في ما في شيء وصلت لـ 17-20 لأنه حجم القطاع العام طبعك هائل داين للكهرباء طبعك مش سيلفي داين بالنتيجة يعني عجز للكهرباء طبعا ما بحييتهم ردوا الله رح يردوا 40 مليار دولار داين للكهرباء حجم القطاع طبعك 40% من ورداتك مش صاره لا بدولي بالعالم بدون أي شاك يعني وبالتالي هودة بيخلوك إنك غير قادر لمواجهة أي أزمة لأنه اقتصادك ما بقى عنده مناعة طب مين مسؤول؟ مين مسؤول إدارة الدولة من أولة لآخرة بدون أي رؤية بدون أي إصلاحات منقدف من يوم ليوم المشكلة تمصلنا لهون كان عنا نمو بالألفين وعشرة 8 نقط كان مستر عيوبنا يعني كان عنا نزف كبير بس كان عم يدخلنا أموال استثمارات خارجية تحديدا عربية خليجية كان عنا ودائع خارجية تحديدا عربية خليجية كان عنا سياحة بشكل أساسي اللبنانيين بيجيبوا زوروا أهلهم وسياحة خليجية عربية وكان عنا اللبنانيين بالخارج بشكل أساسي من الخليج ودولة العربية ليبعطوا مصاري لأهلهم بس كمان يعملوا استثمارات ويشتروا الشقاء ويشتروا كلهم هاوضي قدين عليهم كلهم قدين عليهم طوعا طوعا حزب الله بشكل أساسي يسانده هاقطية الوطن الحر بسياسات جبران بسيل بس كان وسيد خارجي بدون أي تردد يعني بين تهريب الكابتاجون ستمائة مليون حبة بست سنين بينتون أربعمائة مليون حبة بسنتين العداء تجاه دول الخليج إرضاءا للمنحور الإيراني قضي علي علي إتنا مع الخليج قصم صادراتنا اثنين نص صادراتنا بتروح دول الخليج من ثلاثة مليار ضل مليار ونص فإذا خسرنا مليار ونص دولار بالسنة يدخلوا على البلد لحقة الوديع لحقة الاستثمارات لحقة السياحة تخلص اقتصادنا من ثمين نقطة نمو لإنكماش خمسة وعشرين بالمية نزل من ثلاثة وخمسين مليار دولار لثلاثة وعشرين مليار دولار ما في اقتصاد العالم بهدى بس حزب اللي عمل لك أنه نحن محاصرين من قبل الدول العربية من قبل الولايات المتحدة عم بيقلك روح شرقا وهي جبتلك مزوت وبنزين من إيران نحن بدنا تقريبا بيخرب النهار جب بيخرب من إيران ما في اقتصاد بالعالم بيستمر على سيستام ألبانيا بالزمنات اكتفاء زيتي شفنا وين صارت ألبانيا واقتصادها قبل ما ترجع تنفتح على العالم مستحيل عندك 193 دولي بالعالم ما فيك تعيش أنت من فتح 3 دول بالعالم ما فيك ما بتقدر موسيقى